السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام في هذا الفيديو سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة او الطريقة الافضل لاستغلال الصبورة كما تعلمون ان الصبورة هنا مثلا عندنا في المغرب الصبورة التباشيرية فهي تقسم ثلاثة اجزاء وهي تقسم الجزء الاوسط وهو ايضا الجزءين نعم بالنسبة غالبا مثلا في مواد اللغة العربية مثلا في دروس التراكيب الصرف والتحويل وهنا في الوسط يتم كتابة نص الانطلاق او الجمل الانطلاق ثم اسئلة مثلا الفهم او الشرح هنا في الوسط في الجانب الايمن يتم شرح الظاهرة استخراج الظاهرة مثلا عندي الفعل كن كتبوه هنا كن طرح الاسئلة كن كتب هذا الجانب كن كتب اسئلة الاجوة التلاميذ كن شرح هنا الشروحات كن نجاوب مثلا عن اسئلة الفاهم اي حاجة اي حاجة اي حاجة هذا الجزء خاص بالقاعدة او الاستنتاج يعني كل ما شرحته هنا اوعده خلاصة له اكتبه هنا غالبا طريقة سهلة لانسان يستغل الصبورة جيدة تلميذك تعود بان هذا الجزء في الاستنتاج خاصة يكتبه اي حاجة هناك طرق اخرى كما تلاحظون هنا مثلا في هذه الصورة مثلا في 8 رياضيات نكتبه 8 رياضيات ونجاوب عليهم في الواسط لان هنا في الواسط سبورة كبيرة تلميذك كلهم يستطيعون ان يرون السبورة والخط في هذه السبورة الوسطانية تكون ميسحة كافية مثلا مثلا كما تلاحظون معي هنا هذا الاسد خصص هذا الجزء مثلا الحروف مثلا هنا الواسط يعطي عنوان الدرس هنا النشاط القرائي تسمى بعد مرة السبورة القرائية كتب قديمة ونكتب فيها الكلمات القرائية هذه المستوية الدنيا مثلا لا يوجد استنتاجات تكون الجزء خاص في القراءة هنا كما تلاحظون هنا بعض الكلمات العربية هنا مادة عربية هنا مادة رياضية غالبا قسم مشترك كل جزء يجب أن يكون المستوى هنا هنا مستوى ثالث هنا مستوى الرابع يجب أن يعمل كل مستوى في جزء من السبورة هذا غالبا في الأقسام المشتركة نعم رياضية كما قلنا نعم 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 شكرا لكم التوفيق شكرا 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 شكرا